بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله عنه أن جارا للنبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى مأدوبة عد له طعاما ودعاه ليتغذى عنده وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع عائشة رضي الله عنها يحدثها فلما تلقى الدعوة قال للداعي وهذه إشارة إلى عائشة يعني هل تأتي معه في هذه الدعوة؟ قال لا قال لا إذن ثم جاء المرة الثانية ودعاه فقال له وهذه قال لا قال لا إذن ثم جاء الثالثة فدعاه فلما سأله هل تحضر عائشة؟ وقال نعم قال نعم إذن الآن ألبي دعوتك هذا موقف يبدو عاديا أو يبدو بسيطا كما يقال ولكن إشارته ودلالته عميقة جدا تنم عن مدى التقدير الذي كان يكن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وكيف أنه كان يعطيها قيمة ويعطيها مستوى ويلفت انتباع الآخرين إلى ذلك وأن يتخلوا عما كانوا عليه من أنانية تجاه المرأة بحيث يرون أنفسهم أصحاب الحقوق والامتيازات وأصحاب كل المكرومات وأن المرأة في ذلك إنما هي تبع وإنما هي تأتي بعد ذلك هذا إن جاءت فهذه العقلية غيرها النبي عليه الصلاة والسلام بشكل كامل ولم يكن هذا من خلال عائشة رضي الله رفقها من خلال كل أمهات المؤمنين ومن خلال المرأة في مجتمعه ومن خلال المرأة في التنظير وفي التشريع عليه الصلاة والسلام ولذلك وفاءه عليه الصلاة والسلام لخديجة رضي الله عنها وبقاءه وفيا إلى أن توفاه الله وقد عاش بعدها سنوات بقاءه وفيا لها طيلة تلك السنوات وفيا بذكره لها بالعناية بصديقاتها وتأهدهن والسؤال عنهن وذكرها رضي الله عنه في كل حال من الأحوال هذا كله يعطينا مؤشرا على المعاملة التي عامل بها النبع عليه الصلاة والمرأة وعلم الناس أن يعاملوا بها المرأة خلافا تماما للعقليات السائدة آنداك سواء في المجتمع العربي أو غيره من المجتمعات والتي كانت دائما تعتبر المرأة دون الرجل بكثير في القيمة وفي المكانة وفي ما يترتب على ذلك من أنواع المعاملات سواء كانت معاملات فردية أو كانت معاملات اجتماعية ومجتمعية السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين التواضع هو من حسن الخلق والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بينا الله حسن خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم وكان من تواضعه أنه يقم بيته ويخصف نعله ويخيط ثوبه ويخدم أهله ويخدم ضيوفه كذلك ومن تواضعه لله سبحانه وتعالى يوم الفتح مكة أنه ألصق ذقنه بصدره حياء من الله أن يدخل حرمه بالسلاح ومن تواضعه في هذا اليوم أنه عندما اشتكى إليه قريش ما قال قائد جيشه ذاك وهو سعد بن عبادة بن دليم أخذ منه الراية ولا مكانه ابنه قيس بن سعد بن عبادة بن دليم ففهم الدرس ورد لقريشنا لأتبار فقديما قال أبو الطيب المتنبي الحب ما منع الكلام الألسنا والذ شكوى عاشق ما أعلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه وسلم ثم أما بعد أيها الأحبة رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه قد جمع مكارم الأخلاق وأحسنها وأعلاها وأنقاها وأجلها وأجملها وإنك لعلى خلق عظيم لقد كانت أخلاقه مع القريب والبعيد مع الزوجة والأبناء مع الصحابة والجيران مع العدو والصديق كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم عالية لأنها تنبع من القرآن الكريم فلقد نهى صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله قيل له أدعو على المشركين فقال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة الله أكبر لو يعلم هؤلاء السابون لرسول الله والحاقدون عليه هذا الرحمة المهدات لأسلموا والله لو قرأوا سيرته عليه الصلاة والسلام وتأملوا سنته لدخلوا في الإسلام فلقد كان يعفو عليه الصلاة والسلام ويصفح في أشد الأوقات وأعلاها انتصارا كما فعل في مكة عليه الصلاة والسلام حيث أنه قال من ألقى السلاح فهو آمن ومن دخل البيت فهو آمن فدخل صناديد قريش إلى الكعبة ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح فصلى رقعتين وأخذ بعضادتي الباب وقال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم قال أخ كريم وابن أخ كريم قال أقول لكم كما قال يوسف عليه السلام لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهكذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين حب أصحابه وأتباعه وحب أعدائه له فقد كانوا يحترمونه ويلقبونه بأجل الألقاب كالصادق الأمين الوفي التقي النزيه الطاهر عليه الصلاة والسلام هكذا أيها الأحباب ينبغي لنا حتى أعداءنا وأعداء نبينا صلى الله عليه وسلم أن ننظر إليهم بعين الرحمة لأننا نريد أن نخرجهم من الظلمات إلى النور نريد أن نقسبهم ليكونوا من أهل الجنة أسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد من معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم معجزات حدثت في الأرض ومعجزات حدثت في السماء ومعجزات في إخباره بأشياء بأنها ستحدث وحدثت كما أخبر عليه الصلاة والسلام من معجزات الأرض نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام ومن معجزاته في الأرض تكثير الطعام ببركته وبركة دعائه عليه الصلاة والسلام ومن معجزاته في الأرض حنين الجذع شوقا إليه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته في الأرض حينما رمد علي بن أبي طالب تفل في عينيه فصحت عينه في الحال بفضل الله تبارك وتعالى ومن معجزاته في الأرض انقياد الشجر له صلى الله عليه وسلم حيث أخذ بغثن شجرة وبغثن أخرى وأتت الشجرتان إليه فالتأمت حتى قضى حاجته عليه الصلاة والسلام ومن معجزاته في الأرض تسليم الحجر عليه بالنبوة السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معجزاته في السماء فأعظمها معجزة الإسراء والمعراج ومن معجزاته في السماء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحداه الكفار في القمر فانشق نصفين بأمر الله حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشق بأمر الله ومن معجزات في السماء أنه دعا فنزل المطر وفي الجمعة التي بعدها دعا فانقشع المطر ووقف بأمر الله تبارك وتعالى أما من أخباره عليه الصلاة والسلام فقد أخبر أن فاطمة ابنته أول أهله لحوقا به وقد ماتت بعده بستة أشهر ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر سيموت شهيدا ومات شهيدا وأن عثمان سيقتل مظلوما وقتل مظلوما وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليمن ستفتح وفتحت اليمن وأن الشام ستفتح وفتحت الشام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كنوزة كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله وستفتح بأمر الله وفتحت وأنفقت كنوزهما في سبيل الله تبارك وتعالى بل وأخبر عليه الصلاة والسلام أن دينه سينتشر في الأرض ويدخل جميع الدول وجميع البلاد وقد حدثت هذه النبوءة بأبي أنت وأمي صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته